هنا في المنطقة الشمالية لمدينة سيد عقبة ببسكرا امتد العمران وزاد عدد السكان لكن التنمية لم تصل بعد الربط بالمياه الصالحة للشرب، الغاز وكذلك الكهرباء لأن الكهرباء الذي انطلق المشروع ولكن مدة عام نحن رحنا نشوفه غير في البطوات اللي رموقفين بالنسبة لصرف المياه رحنا حافرين بير تحت ديارنا باش نصرفه لنا المياه وهذا السكن والتوسع العمراني بداية من التسعينات إلى حد الآن السلطات لم تنتبه لهذا الحي اكتظاظ التلاميذ في المدرسة القريبة من الحي حتى مل أولياء على نقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة جيب ولدي من المؤسسات تقريبا بعيدة واحد كيلو ونص من هنا يعني نديمها بالموتو نوصل ونجيب بحكم أنه ما كانش ابتدائية لنا ونطالب من السلطات المعنية على رأس والي الولاية أنهم يشوفوا الانشغالات على المغطنين رئيس بلدية سيد عقبة أقر بشرعية الانشغالات وأضاف موضحا تنمية هذه المنطقة تقتضي إشراك الساكنة لإبداء مقترحاتهم وهو ما يطالبون به ترجمة نانسي قنقر